خلال إقامته بالعاصمة السودانية الخرطوم التقى رئيس الوزراء بايمي باداكيالبير بكل من المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والمدير العام للبنك الزراعي السوداني خالد موسى الحاج يعتبر المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الذي يوجد مقره بالعاصمة السودانية الخرطوم من الشراكاء المهمين للشادة وبمناسبة زيارة رئيس الوزراء بايمي باداكيالبير للخرطوم جاء المدير العام للبنك سيدي وولد طاه لمقابلة رئيس الوزراء للحديث حول علاقة البنك بالحكومة ومستقبل التعاون المشترك في ظل التحضير للطاولة المستديرة التي ستعقد في العاصمة الفرنسية باريس من أجل حشد الموارد لتمويل الخطة الوطنية للتنمية 2017-2021 في ضوء التحضير الحالي لمؤتمر باريس الممانحين أكدت لمعالي الوزير الأول دعم المصرف الكامل لجهود جمهورة الشاد لتحضير هذا المؤتمر الهام واستعداد المصرف لتقديم كل العون الفني والمالي لإنجاح هذا المؤتمر وأيضا تعبيت الموارد اللازمة لمواجهة احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تشاد في إطار تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما استقبل رئيس الوزراء فاهمي بادكاء البير المدير العام للبنك الزراعي السوداني صلاح الدين حسن أحمد وخلال المقابلة نقش الطرفان علاقات التعاون وكيفية الاستفادة من خبرة البنك الزراعي السوداني في تمويل القطاع الزراعية نحن أوضحنا للسيد الرئيس الوزراء تجربة البنك الزراعي السوداني في تمويل القطاع الزراعي السوداني وتاريخ البنك الزراعي وملكية البنك الزراعي للدولة وهذه التجربة التي تمتد لأكثر من ستين عاما نحن قلنا للسيد الرئيس الوزراء بأن هذه التجربة يمكن أن تنغل لدولة شاد لتطوير القطاع الزراعي بنفس الدور الذي يقوم به البنك الزراعي هنا في السودان في تمويل القطاع الزراعي أيضا تنغل هذه التجربة لجمهورية شاد عبر البنك التجاري الزراعي الكادي السوداني ونطور هذا البنك ليقوم بنفس الدور الذي يقوم به البنك الزراعي عبر رأسه وأيضا بفتح فروع داخل جمهورية شاد ونشير إلى أن المقابلة تأجرت بحضور الوفد المرافق لرئيس الوزراء في هذه الزيارة الزيارة سمحت أيضا لرئيس الوزراء بايمي باداكيالبير بذيارة عدد من الشركات السودانية وذلك بهدف تفعيل الشراكة وتشجيع التبادل بين الجادة والسودان بهدف الوقوف على التجارب الناجحة والخبرات الواسعة لعدد من المصانع والشركات السودانية وفي سياق التطلع إلى تحقيق التعاون المثمر بين البلدين عبر نقل هذه التجارب والخبرات إلى شاد تأتي جولة رئيس الوزراء بايمي باداكيالبير والوفد المرافق له في عدد من المصانع والشركات حيث رافق رئيس الوزراء في هذه الجولة نائب الرئيس السوداني ووزير الدولة في وزارة الخارجية السوداني المحطة الأولى في هذه الجولة كانت شركة النيل الأبيض للصناعات الجلدية التابعة لشركة ساريا انترناشنال للأعمال المتقدمة الشركة انشأت بغرضي توفير احتياجات القوات المسلحة السودانية من الأحذية وكذلك توفير الأحذية الرياضية والمدرسية لسوق المحلي ودول الجوار وقد أعرب المسؤولون في الشركة عن استعدادهم للتعاون مع الحكومة الجادية لتصدير الأحذية واستيراد الجلود وإمكانية فتح فرع للمصنع في جادة وقد قام رئيس الوزراء برفقة المسؤولين في المصنع بجولة داخل الأقسام المختلفة للاطلاع على سلسلة الانتاج في مراحله المختلفة المحطة الثانية في جولة رئيس الوزراء كانت مجموعة شركات معاوية البرير وهي مجموعة شركات تعمل في مجال انتاج وطباعة الورق والكتب المدرسية والكرتون إلى جانب انتاج المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية جولة داخل هذا المصنع سمحت لرئيس الوزراء فهيمي باركالبير والوفد المرافق له بالوقوف على إمكانيات الانتاج الضخمة لهذا المصنع أما المحطة الثالثة كانت مجموعة جياد الصناعية وهي شركة سودانية رائدة في مجال صناعة المركبات وصناعة المعدنية والاستثمارية والتقانة وقد شملت جولة رئيس الوزراء داخل هذا المجمع خط انتاج المواسير وشركة جياد للجرارات والمعدات الزراعية وشركة جياد للسيارات بشقيه مصنع بناء الجسم ومصنع التجميع بالإضافة إلى شركة جياد للأثاثات والمعدات الطبية وهنا أيضا رحب المسؤولون بالمجموعة بزيارة الوفد الشادي التي تعكز اهتمام الحكومة الشادي ورجال الأعمال الشاديين بالصناعة في السودان وقد تركت مجموعة جياد انطباعا جيدا لدى رئيس الوزراء المحطة الرابعة للوفد الشادي برئاسة رئيس الوزراء باهمي باداكي ألبير كانت معامل أمي فارما للأدوية المحدودة هذه الشركة الدوائية انشئت في العام 1983 وتعمل في إنتاج الأدوية وفق تقنيات وجودة عالية وتسعى الشركة إلى تقديم أفضل الأدوية بأسعار زهيدة القائمون على الشركة رحبوا بالوفد الشادي وأبدوا استعدادهم لمد شاد بالأدوية وقد قام رئيس الوزراء بجولة في الأقسام المختلفة للشركة واختثم رئيس الوزراء الجولة بزيارة مزرعة زادنا التابعة لشركة زادنا العالمية للاستثمار والمزرعة عبارة عن مشتل كبير لمختلف الأشجار كالنخيل والمانجة والبرتقال وتلعب المزرعة دورا هاما في تحقيق الاكتفاء الذاتي الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان وتقديم الخدمات البيطرية إلى جانب تطوير القطاع البستاني وإنتاج الفواكه والأعلاف والخضر وكذلك إدخال التقنيات الزراعية في مجال الهندسة الوراثية عبر مختبرات زراعة الأنسية النباتية أذوى تجذر لشارع إلى أن جولة رئيس الوزراء إلى هذه الشركات والمصانع ستسهم في التمهيد لمد جسور التعاون المشترك في مجال التصنيع وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين الدولتين اشتركوا في القناة